عين واشنطن على لاهاي حيث محكمة الجنايات الدولية مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب يهاجم المحكمة الدولية ويضعها في اعتبار الموتى وفي منطق أمريكا تجوز على الميت العقوبة وهذا ما صرح به بولتون لن نتعاون مع محكمة الجنايات الدولية ولن نقدم لها أي مساعدات وبالتأكيد لن ننضم لها ولن يسمح الرئيس الأمريكي بمقاضات أو ملاحقة المواطنين الأمريكيين من قبلها سنصدر عقوبات على أنظمتها المالية كما أننا سنقاضي مسؤوليها في المحاكم الأمريكية أما المبرر فهو نشطة المحكمة ضد إسرائيل وتحقيقات هذا تصل بالتدخل الأمريكي في أفغانستان إضافة لتماشيها في كثير من الأحيان مع فانزويلا لكن رد المحكمة لم يتأخر حيث أصدرت بيانا أكدت فيها أنها ستواصل عملها دون خوف مشددة على أن المبدأ الذي يقودها هو السلطة القانون الذي تستمده من ثقة 123 دولة إلا أن هذا العدد من الدول لم يمنع بولتون من إسقاط الشرعية عن المحكمة الدولية ربما انطلق بولتون أحد السقور الجمهوريين في تصريحاته على اعتبار أن بلاده لم تصدق على معاهدة روما التاسيسية لمحكمة الجنايات الموقعة عام 2002 لكن هذه التصريحات شديدة اللهجة دفعت مقاييس العدل واحترام القوانين الدولية في الولايات المتحدة إلى الواجهة خاصة وأنها أي أمريكا تصدر نفسها ضمن الدول شديدة لالتزام بالقانون ومعاييره إلا أنها الآن تقاضي القاضي وتعتلي منصته وحكمه ومطرقته في خلفيات التوجه الأمريكي الجديد تبرز تل أبيب كمحفز الرئيس لواشنطن في مناصبة العداء للمحكمة الدولية خاصة وأن المحكمة دانت إسرائيل سابقا بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين وفي توجه واشنطن الجديد يقرأ محللون محاولة الولايات المتحدة تسير الأمور حسب ما تريد وترغب وبما أن الشيء بالشيء يذكر فإن عمر محكمة الجنايات الدولية يفوق عمر ترامب في الرئاسة بأكثر من 23 عاما